الاسبوع ده وتحديداً مبارح وأول مبارح يومين واربعاً ده كده في ختام الاسبوع كان عقلنا وكلنا أو معظمنا مشغول جداً بأيوم الخميس وقرارات البنك المركزي وهيحصل إيه والأسعار هتزيد ولا لأ واللي فينا لسه بيشتري يعني اللي لسه معاه فلوس يشتري ونزل المحلات هيلاقي إنه في حالة عامة كده من الهدوء مش هقول إنه فيه رقود وغير حاجة لا الحمد لله الأمور مش يطبيعي كل حاجة متوفرة كل حاجة موجودة فيه حاجة فيه حالة كده من الهدوء وتحديداً في المنتجات التقيلة مثلاً يعني لو نزلت اشتري تلاجة غسالة بوتجاز هتلاقي إنه يقولك لأ ده خلص لأ لسه استنى شوي فيه حالة من الهدوء دي الأزمة العالمية اللي اتكلمنا عنها لو فاكرين من سنة وقلنا إنه سلاسل الإمداد هتعطل كتير جداً من إنه المنتجات تبقى متوفرة ده حاصل بالمناسبة لكن مش مؤثر علينا أو الملاحظة التانية اللي حصلة ولازم ننتبه لها بقى إنه هتلاقي إنه المستورد تحديداً في أنواع كتير قليل جداً وده بالمناسبة ميزا وعيب السؤال الحقيقي وتحديداً تعرفين بقى إحنا كموزيعين بنشتري هدوم كتير كده فكنا دائماً نلاقي إنه فيه الاثنين وفيه المستورد القواليتي حلوة قوي والمصري يقول لك أصله ده اللي موجود حالياً أنا عندي سؤال تحديداً لكل مصنع مصري يشتغل على أرض مصر هي مش دي مش الأزمة دي هي الفرصة الحقيقية ومش الأزمة دي هي الفرصة الذهابية لإنك تعمل أحلى شغل ولإنك تاخد السوق بلغة التسويق ولإنك تعمل منتج أحلى من اللي كان موجود قبل كده أو اللي كان أو اللي ما زال مطلوب المستورد ليه في حالة كده من إنه دايماً الجودة تقل والسعر يغلى طول الوقت السعر بيغلى إحنا فاهمين إنه السعر بيغلى لكن ليه الجودة بتقل؟ ليه لما بندور على الحاجات بنلاقيها منتج ولسه عندنا الأزمة دي بتاعت إنه المنتج ما هواش مية في المية مش معمول أحسن حاجة الحاجة التانية والأخيرة اللي هشارككو بيها النهار شخص كده لطيف ما يعرفنيش قوي لكنه قال لي أنا عايز أقولك إن أنا متعثر جداً وإن أنا بعمل عندي مشروع صغير لكن متعثر فيه وعندي مشكلة وطيب ما توريني بتعمل إيه فبعت لي شوية صور للمنتجات بتاعته أنا أسف أني بقول كده لكن بما أني ما بقولش اسمه هقول رأيه بصراحة منتج رديء رديء بكل الأشكال والشخص صاحب المنتج ده بيعتقد إن الظروف والبلد والناس هم السبب الحقيقة الظروف صعبة والوضع الاقتصادي ده تقيل مش هينجو منه غير الشطرين وغير الفهمين لكن السؤال الحقيقي في كل ظرف صعب وكل ظرف اقتصادي تحديداً صعب فيه فرصة حقيقية للمنتج الوطني إنه يتطور ويبقى أحسن ويبقى أشطر وياخد مكان كل المنتجات التانية اللي مش متاحة حالياً في السوق سؤال كبير لكل الناس اللي بتشتغل في الصناعات وتحديداً الصناعات الصغيرة طور من نفسك طور منتجك إحنا كنا نتكلم في الفكرة دي حتى على الناس اللي بتشتغل في وظائف اللي مش هيتطور هيختفي وفي الصناعة اللي مش هيتطور النهاردة في الأزمة دي وإنت عندك كل المساح وعندك كل التسهيلات كمنتج محلي ووطني هتطور إمتى؟